موسيقى يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هي ومي زي ما احنا متعودين بنتقابل معاكم كل يوم اتنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة بساعدنا دايما متابعاتكم لينا خلينا في البداية طبعا نودع ونزف الى الاحضان السمائية مثلس الرحمات نيافة الانبة كيرولوس اسقف ابراشية نجع حمادي وتوابعها وطبعا نيافة الحبر الجليل للانبة ارمية الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارتوذكتي وقناة ميسات وكل العاملين بالمركز الثقافي القبطي الارتوذكتي بيتقدمون بخالص التعازي او في نياحة الاسقف الاسقف نياحة انبة كيرولوس اسقف ابراشية نجع حمادي وتوابعها نياحا طبعا لروحه الطاهرة وبنتقدم كمان بخالص التعازي لقضيسة البابا توضرس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة المركزية والاباء الاحباء في المجمع المقدس وشعب ابراشياته ومجمع كهناتها وكل محبي خليني اقولكم النهاردة فقراتنا مشاهدينا هنبدأ بفقرتنا الاولى وهنتكلم فيها عن تصميم الازياء والحقيقة انه ناس كتير جدا بيكون عندها الفكر ونفسها تحقق حاجة في فكر تصميم الازياء لكن مش عارفة تبدأ منين او تتعلم ازاي والحقيقة انه احنا مش بنكبر دايما على التعليم لازم يكون عندنا فكر لازم نطور الفكر ده ونشوف هنقدر يعني نعمل ايه بيه معانا النهاردة ضيفة قدرت ان هي تعمل اكاديمية في خاصة بتعليم في نون الازياء علشان اي حد عنده الموهبة دي يقدر يحقق ده ويقدر فعلا يكون مصمم ازياء معانا النهاردة ضيفتنا اسازة مدنة ماجد مصممة ازياء وصحبة اكاديمية ام جي فاشن كورسز وهيكون معانا كمان احد المتدربين اسازة مريم سليمان مصممة ازياء هنتكلم معهم بشكل تفصيلي كمان عن ازاي نقدر نصمم ازياء بطريقة راقية جدا ازاي نقدر نحقق حلم ممكن يكون عندنا او موهبة عندنا ومش عارفين نبدأ منين فيعني انتجه الى الاكاديمي ازاي نعرف تفاصيل طبعا اكتر مع ديوتنا اللي هينورونا النهاردة في الستوديو خلال فاكرتنا الاولى وفاكرتنا التانية زي ما احنا متعودين بيكون فاكرت ورقن المطبخ اللي نبنقدم فيها طبعا احلى الاكلات الشهية جدا واقتصادية كمان واكلات سيومي طبعا عشان احنا في صوم الميلاد المجيد هيكون معانا النهاردة الشيف ريكو هيقدم لنا اكلات مميزة جدا كالعادة بس خلونا نخرج لفاصل ونرجع نبدأ اول فاكرتنا خليكم معاين مرحبا حضراتكم مرة تانية مشاهدينا ورجعنا بعد الفاصل وخلينا نبدأ النهاردة اول فاكرتنا في استوديو هي يومي وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا يعني كتير مننا بيكون عنده الموهبة والابداع في التصميم والتصميم الازياء بشكل خاص بس المش عارف يبدأ منين او عايز يكون على دراية كافية بالموضوع عايز يكون حد بروفاشنال فابدأ منين اتعلم ازاي معانا النهاردة حد قدر يعمل اكاديمية خاصة بفنون الازياء طبعا من الفنون الراقية جدا هنتكلم بشكل تفصيلي معاها عن الاكاديمية دي وازاي قدر تصممها وكمان معانا احد المتدربين معانا النهاردة استاذة مدنة ماجد مصممة ازياء وصحبة اكاديمية ام جي فاشن كورسز واحد المتدربين معانا مريم سليمان مصممة ازياء برحب بيكم منورينا اهلا بيكي منورونا يا مريم عاملين ايه خليني في البداية افكر مشاهدينا بان تليفونات التواصل مع الاكاديمية الخاصة بتعليم فنون الازياء ام جي فاشن كورسز هتكون على الشاشة للتواصل بشكل مباشر مع الاكاديمي برحب بيكم مرة تانية اهلا بيكي هبدأ معاكي مدنة على طول ونتكلم عن الدراسة او الاكاديمي الاول فكرة الازياء او الموهبة دي هل هي موهبة في البداية ولا دراسة برضو خلينا نعرف اوكي هي كانت في الاول موهبة اوكي وبعدين انا كملت ان انا تبقى دراسة انا خرجت في المنطقة بقية قسم فاشن ديزاين اه وتخرجت كمان بامتياز في مشروع تخرجي يعني ودي كانت اول جزء يعني وطبعا الجامعة بتساعدنا ان احنا بقى ناخد دي ترينيج في مصانع بقى وحاجات بلاس ان انا كمان اخدت بقى ترينيج في مصانع بقى لا ماخدتش كورسز خاصة بي اخدت بقى ترينيج اكتر او يزلت بقى السوق بقى بتاعنا او او يزلت بقى ترينيج في مصانع كثيرة جدا جدا وكمان كنت بشتغل كمان وقت الدراسة كنت باشتغل ديزاينر بقى في التلي في مدية ناصر كمان فكنت بقى واخدها بقى بلاس الدراسة بلاس ان انا بقى انزل اشوف بقى السوق بتاعنا بيمشي ازاي اضرب شوية افهم شوية عن السوق بتاعنا واتعلم اكتر وطبعا كنت بتابع بقى كل حاجة تابع الموضع بره يعني كنت لازم بقى تابع بقى ديزاينرز والتريند نازل ازاي والكالرز والفابريكس وكل حاجة ديزا ما تكون كل طول الوقت بقى بقى بتابع معيها يعني انت الاول ستيب او خطوة بالنسبالك ان انت كان عندك الموهبة بس طبعا الدراسة بتاعتك قدرت ان انت يعني توصلي للمكان اللي انت فيه دلوقتي مع الترينيج والتدريب فيه المصانع ده واصلك لمرحلة كويسة جدا عايز اتكلم بقى عن الاكاديمي وفكرة الاكاديمي والمشروع بتاعك هل كان من احلامك ان انت تعملي اكدمية خاصة بك لالكورسز او تعاليم في نون الازياء بشكل عام او كان عندي حلم كبير قوي لانه انا اتعبت كتير في الطريق بتاعي واكتشفت انه في السوق بتاعنا فيه ناس بتعرف تساعد قوي وفيه ناس مش بتعرف تساعد خالص فكان عندي حلم ان انا اقدر اكون بساعد ناس اكتر واخلي الطريق شوية سهل عليهم علشان كده وصلت معي الحلم انه لا طب ما انا هفتح الاكاديمي بتاعتي وساعد ساعد ناس عندهم حلم في حاجتين ناس تبقى كان نفسها تدخل لفنونة اطبائية قسم فاشل وناس كان نفسها تبقى عندها براونز بتاعتي فعملت الاكاديمي على الحلم ده وبدأت بقى الستابس بتاعتي طيب انا عايزة اتكلم معاكي عن المميزات الخاصة بالاكاديمي بتاعتك ايه المميزات الموجودة في الاكاديمي عندك ممكن اي حد متدرب او عنده الموهبة دي يلجأ ليها عشان يميزها عن اي حاجة او مكان برا اوكي اولا انا يعني قبل ما اعمل اول حاجة يعني ربنا كان ديني دعوة انه اكون بعمل الحاجة دي واساعد الناس اقتر فقعدت فكرت لو انا مكان الناس دي هكون محتاجة اتعلم عن ايه اوكي فبدأت احط الستابس تعتي وحط المنهج فعندي حاجة مميزة جدا اللي هو كورس انا عندي دلوقتي ثري كورس الكورس الاولين ديزاينينج وبراندينج ده بقى ديزاينينج وبراندينج ان انا باخد حد واعلموا كل حاجة عن الفاشن بقى عن عالم الازياء كله بعلمهم بقى ازاي نكون بنعمل البراندز بتاعتهم الاسم اللوجو ازاي حضر اول كلاكشن معاهم بعلمهم بقى ازاي يكون بيتابعوا الموضة والدزاينرز اللي باره ده لو حد معندوش الموهبة اصلا برضو دي نقطة مهمة لو حد نفسه يعمل مشروع ومعندوش حاسس ان هو انا معنجيش روح الابداع او الموهبة في النقطة دي في تصميم الازياء ده ينفع يتعلم او انا دايما بقول انو احنا الفن ده انا بقول كما ان هي موهبة ينفع تكتسب لانو احنا بنقعد حتى في الاكاديمي انا معيها ناس مثلا عندها موهبة حلوة قوي وفي ناس ما عندهاش موهبة انا بقى بخدهم معي بضربهم step by step اول حاجة بعلمهم ازاي شوفوا الموضة والتراند بتابع معيهم كل حاجة step by step يعني مثلا بعلمهم ازاي يكون بيعرفوا يرسموا من اول مسكة الالم حتى لو حد بيعرف يرسم بساعدوا حاجة كمان تانية بساعدهم بقى ازاي يكونوا بيبتكروا ديزاينز جديدة وبعمل معيهم two collections collection ال safe side اللي ينفع ينزل السوق والcollection التاني اللي بقى زي designers اللي بقى اللي هو بقى يبقى حاجات مجنونة جدا out of the box قوي الحاجات دي انا بمشي معهم بقى step by step لحد ما يبقى الموهبة بتكتسب طبعا بيحتاج تدريب معي كتير عشان كي بقعد معهم وقت طويل لانه كل ما بشتغل معهم اكتر يعني دايما بقول انه احلى ديزاين يطلع بعد مثلا 30 design فهمت يعني كل ما بطلع طبعا بتاعه كله من الاسم اللوجو اول collection ازاي اكون بابتكر تصميمات جديدة نختار من design وننزل نشوف القماش ونصور وبعمل معهم الفوتو ساشن كمان وبعد كده بابتدي ننزل بقى الحاجات دي وبعمل بيتجر بتاعتهم وكل حاجة يبقى دا خلينا نأكد انه اي حد عنده روح انه نفسه يعمل مشروع وحاس انه ما عندوش روح لإداع او ان انا ما عنديش فن مهارة الابتكار في التصميم او ال design اعمل ايه او اصمم ازاي لا دا ينفع نعمل دا وممكن نوصل لمراحل حلوة جدا ونبقى حد professional في المجال يعني دا طبعا بكلام استاذة مدنة طبعا وبال academy المدخصصة ام جي courses انا عايز اروح بقى لمريم وتعرفينا بنفسك الاول لان احنا كلنا في الستوديو هنا يعني اتصدمنا اولنا انت عندك كم سنة في البداية كده وبتعملي ايه انا عنتي 13 سنة 13 سنة اه اتديتي ازاي او دخلت ال academy ازاي وجاتلك منين الفكرة انا عايز ابدأ معاك من الاول خالص انا الاول كنت صراحة مائلة للرسم العادي اكتر اه وبعد كده دخلت كورسات ومشيت في الموضوع ده وبعد كده حسيت ان هو لأ يعني بقدقت اركز في الفاشن وفي الديزاين والحاجات دي لا سويني انا عايز اقف معاك انت كنت الاول بترسمي عادي رسمات عادي رسمات دي اه وبعد كده بتديتي حسيت لا انا حسن انا ممكن كنت بترسمي مثلا فساتين تفاصيلها اكتر يعني التصميمات دي فانت حسن دماغك رايحة في حتة تالي رايحة للفاشن اكتر بعد كده دخلت فترة الكورونا اه فاشأ كورس عادي مستفدتش منه قوي بس طبعا اتطورني بس مش زي الاكاديمي بتاعت مدونة صراحة وخلصته تمام وبعد كده السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت انت عرفت الاكاديمي عن طريق ايه عن الموبايل عن الفيسبوك عن الفيسبوك عن طريق التواصل الاجتماع بس وقر يعني دخلت الاكاديمي انا عايز اخد معاكي بس التفاصيل كده عشان لو اي حد بيسمعنا وحابب ان هو يبدأ في حاجة زي كده لانه فيه ناس بتبقى عندها الموهبة دي بس مش حرفة تبدأ ازاي فاحنا بنحاول نوجههم انت شفتي الاعلان او الاكاديمي عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك وابتديتي تتواصلي مع مدونة احكينا بقى لما روحتي ايه اللي حصل لما روحت لقيت ان هو يعني عارفت عامل معاها جدا وبعدين فعلا افدتني قوي يعني الاول اتعلمنا ان انا ازاي ارسم وابدأ ارسم وكده وبعد كده علمتني ازاي اقدر اسوق للبراند بتاعي وفي التوت الخالص عملتلي البراند بتاعي من ايت وزد كل حاجة يعني انت عملت براند باسمك او او وابتديتي تصميمي بقى حاجات على البراند اللي باسمك هاي طب انت الدراسة في التوقيت بدي احكي لنا برضو يعني انت تغيرة جدا في السن ولسه العمر قدامك وطبعا في الناس بتفكر انه المدرسة والدراسة اهم وازاي يعني خدت خاطبت ان هي تشتغل في الفاشن كلمين عن نقطة دي فيا كانت صعبة شوية بس انا عشان انا بحبه صراحة من زمان فايتميت حاولت اوازن بين الاثنين زي كانت صعبة بس اوكي عملتها وبس يعني انت نفسك طبعا تدخولي ايه يعني دي كده انت رسم هدف معين ولا عايزة تخشي كلية يعني ملهاش علاقة بالفاشن و عايزة خش كلية ليها علاقة يعني عايزة خش انت طبعية هايل انت جميلة اوي صنونة اوي ايه ايه جميلة جدا حتى معي في كورس كانت جميلة اوي اوي انا عايزة اروح لك يا مادنة ونتكلم عن الستور الجديد اللي انت عملتيه وطبعا اي طريق بتبتدي بيكون فيه اكيد تحديات كتير وعقابات كتير انا يعني الفقرة دي انا حابة ان احنا نوجه اكتر الناس اللي بتسمعنا اللي حسنة طول الوقت ان هي محبطة ومش عارفة تبدأ ازاي ايه اكتر التحديات اللي وجهتك وقدرتي تتخطيها بوسي كان عندي كذا تحدي اوكي وعايزة اقول التحديات دي بتفضل طول الوقت يعني مش بتخلص اوكي كان عندي تحدي الاول وزي ما الناس عارفة مشكلة في التحدي المادي واتغلبت على ده باني حطيت بقى وانزلت اشتغل في حاجات بره مجالي علشان اقدر يكون عندي دخل اعرف احقق به الحلم بتاعي دي حاجة صعبة جدا ودي حاجة بقول الناس عليها انه دايما لما يبقى فيه تحدي في حاجة دور على المتاح اللي في ايدك يعني انا عادت ادور طب اقدر اجيب طبعا انا عادت اصلي وقدر اجيب الحاجات دي ازاي فبدأت افكر طب اقدر اشتغل حاجة تانية واشتغلت فعلا سكرتاريا في مكان يعني او ملهاش خالص بالمجال كنت لسه في بداية الكلية لا بعد الكلية بعد الكلية وكنت ساعتها قبلها كمان كنت باشتغل في المجال بتاعي بس جيه وقت قلت طب اتس اوكي ان انا اشتغل في حاجة تانية علشان اقدر ازود بيها الدخل بتاعي بحيث ان انا اقدر احقق الحلم بتاعي طبعا يعني بابوايا دفع كتير قوي وقت تجمع فجيه وقت يبقى تس انوف يعني فعشان كده حبيت ان انا اشتغل في حاجة تانية طبعا بيبقى فيه تحدي الناس يعني كان في البداية عندي تحدي بقى الناس مش فاهمة يعني افنونتو بقية قسم فاشن ديزاين فكانت فيه ناس مسلا بتقول يعني انت خيوتة مسلا لا الموضوع اكبر من ده بكتير طبعا الخيوتة حلوة جدا وده شغلينة يعني انا عايزة اقولك ان هي كانت الثقافة دي مش موجودة يعني ثقافة انه حد يروح لديزاين يعني ديزاينر ويصمم له دلوقتي فستان او كده ده بقى المنتشر بقت الثقافة السيدة في الاول فعلا كنا بنفكر بالطريقة دي انه هنروح نخيط لسه فستان وهنعمل ايه وهيبوز لنا ومش هيعمل لنا الحاجة اللي احنا نفسنا فيها لكن حقيقة دلوقتي فعلا الثقافتنا كلها اختلافة ده حقيقة كان ساعتها بقى ووقت بقى احبوط كتير طب انتي بقى هتعملي ايه طب كان بقى يعني كلام كتير جدا جدا دي حاجة اكيد الناس المحبطة بتوصلها يعني اكيد انه الناس بتتكلم طول الوقت فانا دايما بقول الناس دي اخر حاجة ممكن ابوص عليها طبعا احترمهم واشجحهم واسمع ارقهم بس احنا مختلفين كل حدا مختلف تربيته مختلفة تفكيره مختلف لا انا بحط الهدف بتاعي وانه الناس تحبتني دي حاجة طبيعي يعني الناس طول الوقت بتتكلم حقي بتتكلم امتن بالكويس لما بينجح لو الخطوة اللي بعدها وقعت هيتكلموا ان انا وقعت هم طول الوقت بتتكلموا فده الحاجة اللي بقول ده اكتر حاجة بتوجه حد بحبط يعني اني الناس طول الوقت بتتكلم فعايزة اشجعه انه لا اخوه لسيب الناس على جنب حط حلمك والستيبسة بتاعتك وامشو وراها فده حاجة كبيرة كبيرة من التحديات اللي عندي اللي احبوط يعني الناس بتحبتني بطريقة مش طبيعية يعني بس انتي قدرت يتحقق النجاح ده وتتخطي كل التحديات والعقبات اللي وجهتك ده حقيقة اتخطيتها يعني اولا ربنا سعيدني جدا 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 لانه كنت طول الوقت ببشاركو بانه الناس بتتكلم تحدي مادي قوي الحاجة اللي انا دايما بشوفها انه يعني ربنا سعيدني في ده جدا وكمان دايما بيبعث ملايكة يعني دايما بقول انه في ملاك لكل وقت فكل وقت كان عندي فيه تحدي ربنا كان بيبعثلي فيه ملاك دي حاجة الحاجة التانية حطيت بقى ستاب كتير وبدأت اشوف المتاح في كل ستاب يعني مش بستعجل نفسي مش بضغطها مش بقول انه ايه دا دا مثلا فلان عمل وانا ما عملتش دي خالص ما ببصش دي نقطة مهمة جدا دي عشان نقدر نوصل للمكان اللي احنا عاوزينه ما نبصش على حد دي حقيقة خالص خالص يعني كل واحد حياته وظروفه حاجة لوحدها يعني حتى الغيرة دي صعبة جدا يعني بقول انه كل واحد لي مميزاته حياته وحد مرة علمني جملة حلوة قوي قوي اختي يعني قالتلي انه تغذي الحياة دي بالباكتش بتاعتها يعني ما تاخدش النجاح بتاع شخص تاخد حياته كلها ترضى تعيش حياته لا بيبقى فيها تحديات صعبة وتقدرش تعيشها فهي الفكرة في كده انه انه لا خلي حياته لوحدك وانت حياتك لوحدك عندك ستابس قرر نفسك بنفسك القديمة دي هيق عشان تعرف تحقق قلتنا كده كم نقطة لو مشينا عليها اعتقد ان احنا اكيد هنوصل لمكانة وحاجة حلوة احنا نفسينا نحققها طب احنا معانا على الستاند كده شوية موديلات ممكن مريم تقوم تفرجنا عليهم بس نعارب بس نعارب بس الاول الناس يعني الحاجات اللي محطوطة على الستاند او الموديلات دي من تصميم مريم ومعانا كانت سماء بس مقدرتش تيجي لزارف الماء معانا كمان الموديلات الخاصة بي عرفينا بقى مريم ايه الموديل معاك وانتي صممتي ازاي ده كان الاول بدأت ان انا اشوف الانسپيريشن بتاعتي يعني انت هتبقى اي انا ومدونة فكرنا في الفلاور فجربت في ده ان انا اخلي الفلاور على الشولدر كده طحفة اللي هو الدراع واحد ده والشولدر ده جميل قوي يعني ولونه كمان مميز جدا اه تمام ايه معانا تاني ده برضو انت اللي عمليه صح كده اه تمام معانا برضو تصميم تاني من تصميمات مريم مريم اللي قلنا 13 سنة برضو عشان نركز عن النقطة دي ايوة الله ده جس عملت برضو ده اخد معايا شهرين شهرين اه ده عشان في البداية الوتوقيت ده اه 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 يعني ده طبيعي ده طبيعي جدا اه طبيعي وليه لا قلنا التفاصيل بتاعته اه اه وليه الكاب ده ده ايه ده بقى بيتحطي ده كاب بيتحطي على الظهر اه لانه فعلا سمبل قوي فلو حد عاوز يعني يحط في حاجة شغلة تاني اوكي بتحطي ازاي بقى كده اه قلنا كمان نوع القماش بتاعته ده ده طل طل اه الفستان نفسه ستان اه ستان وده طل امترز طل امترز وخد منك شهرين يعني يعني دلوقتي الموضوع اختلف شوية لو قدرتي او حد طلب منك تصميمها هتصممي طريقة اسرع من كده فالريدي طلب مني واتعمل اه اسرع اكيد لان ده كان اول حاجة صراحة اه الله شطورة جدا يعني انت قدرتي تطوري من نفسك في البداية كان الموضوع بياخد منها وقت اطول لانه طبعا ايديها في الاول مش يعني بتبقى سريع وبعد كده موضوع اه شيك قوي يعني لو حد حابب انه هو يشيل الكل اللي من وره ده اه حابب انه هو يبقى سامبل كده جدا هو رعيه قوي ينفع حد يعني اخت عروسة اه اعرف الالوان دي اه حلوة قوي ايه تاني معانا من تصميمك يا ماريا اه لا هم دول دفل دول طيب نشوف برضو تصميمات سماء سماء طيب تعال يا ماريا هم دولنا اتفرجنا باعة لتصميمات سماء برافو عليكي ساعدك احنا معانا دي البراند الخاصة بالتصميمات الخاصة بماريم وسماء طبعا المتدربين في الاكاديمية الخاصة بمدنة قولنا بقى مدنة اوارين كده اوكي حيا سماء اصلا من اليمن يعني يمنية فجاءت عندي اه الكورس في الرحاب يعني واخدت معايا الكورس كله وعملت البراند كله وسهيا النهاردة حصل عندها ظهر فعش كياب عرفتش تيجي بس سابت معايا الجاسس معانا المدلات بتاعتها اوه اوه احنا نشوف بقى اوه هيا سماء عندها عندها يعني سنة وعشرين سنة اوه سنة عيني مش شغيرة اوه يعني بنأكد انه مش بالسن صغيرة كبيرة هتقدر تشتغلي وتوصلي لتصميمات حلوة جدا اوه احنا سماء كنا عاملين احنا طبعا حتى كلهم بنمشي بمراحل احنا عندنا الانسپاريشن سما كان برضو مختارة الفلاورز وبالت الالوان بتاعتها كان الدرجات الالوان دي ده اول واحد كانت عاملية برضو لاختة عروسة اوكي الفكرة متخدم الفلاورز انه ده في اا الPS بطاعته مع الكاب ياكاب بقى كانو Bloody cat eye والطبب بتاعها كده اهو الو قوي اوه لاجا أعقد الو قوي فعلا زي ما قلنا كده اخت عروسة اوه او هلت عايزة مميزة زي اختها فالالوان دي شكله اللي جميل قوي كنا عاملين لانه ان فيضاف الان كان بنطلب الكاذا من طالب يعني ان احنا عايزين الحاجة ربح 그렇 doing بالظبط كده بتبع عايزة مميزة يعني حاجة زي العروسة ده برضو من الفلاورز أصلا قصة الكب دي متخدم من شكل من الليف بتاعت الفلاور من الفرع بتاعها مع إنه التطريز كمان طبعاً طب ده بياخد وقت قد إيه تقريباً في التصميم بشي يعني أنا مش حارفة سم أخد منها وقت قد إيه بس يعني هو قصير مش تويل هل بيفرق من القصير للتويل ولا الديتيلز بتاعت الفستان نفسه بوسي بيفرق في الديتيلز التطريز دي حاجة الحاجة الثانية الديتيلز بتاعت البطانات والطبقات والحاجات دي دي بتفرق طبعاً وطبعاً السرعة بقى يعني مثلاً حد لسه مبتدق حد لقى يبقى إليه وقت فدي طبعاً بتفرق يعني فهي الفكرة من دراسل التاني بالطريقة دي التكنيك والقصة كمان دي بقى فيه تفاصيل كتيرة كده من فوق بس رقيق جداً على فكرة ده ده بقى القصة بتاعته إنها متاخدة إنه دي كإنها الليف بتاعت ورقة شجر ودي كمان ولفة حوالين الخط بتاع الكتف بالطريقة دي مع القصة دي دي أصلاً فيها قصة قصرات بس مع الجوبير مش باين قوي حلوة قوي ده مفتوح من الجمع ده مفتوح من هنا أو لحد الرقبة حلوة قوي نشوف حاجة كمان ده كل دي تصميمات السمع والدراسلين الأولينين أو الفستلين الأولين ده الكولكشن بتاعها ده الديزاين كمان ده ليه جلافز جلافز بتاعته لأنه كان الترند من الطوب ترند الجلافز ده حقيقة ده لسه موجودة ده لسه موجودة نكملها معانا في اس اس تلاتة وعشرين حلوة قوي وكمان العرايس ده العرايس بتلبس دلوقتي جلافزات كده في إيديها تبقى ترندي قوي ده الأصب تناعته دي خدناها بقى فالتطريزات في طريقة التكنيك بتاع التطريز حلوة قوي البابي بلو كان طالع موضة من سنة أو من سنة ونص تقريبا صحي كده كان طالع موضة قوي قوي الألوان دي ده حقيقي إحنا عندنا أصلا كذا لون top trend منها اللي كان تعالي قولنا بقى الألوان الشيء كده للسنة دي هتكون إيه إحنا عندنا أكتر لون من الدرجات اللي هي top trend الفوشيا ده مكمل معنا في SS23 ده مكمل معنا وعندنا درجة من البلو درجة برضو كل الألوان يكون لها ألوان مترقعة كده مترقعة جدا ومبهجة كده في الصيف وفي الشتة الجاي يعني إحنا فعلا ملاحظين إن الشتة كمان درجات اللبس دلوقتي الأورنج والفوشيا دي حقيقة يعني ما بقاش بنختلف بقى الشتة لأ ألوان غمقة وكتمة كده لا ما فيش حاجة ده خوليس وعندنا الفاير رد ده كمان برضو من top trend الدرجة كده من درجات الأحمر والأورنج درجة منه وكمان عندنا الفوشيا لأ عندنا كذا واللي دي الدرجات لسه موجودة في الموضع مكملة معنا في SS23 وهتكمل معنا في AW2324 كمان طب أنا شايفة إنه ترين دي قوي القطيفة في الشتة دي والشتة يعني اللي فاتت تقريبا هل هتفضل مستمرة معنا يعني الفساتيني السوري القطيفة في الشتة؟ هتكمل معنا بوشيحنا هيكمل معنا الريش والفور ده دول top fabric يعني والجلد كمان اللازورج هيكمل معنا والقطيفة آه الجلد آه الجلد ده مكمل معنا للسيزون الجاي كمان والفور والريش دولهم مكملين معنا كتير طب إحنا معنا كده صور عايزاك يتعلقلنا عليها وتقول لنا دي فين وإمتى شايف حاجات من الأكاديمي آه دي أنا باخدهم كل فترة أخدهم معي حاجة ممكن أخدهم معرض أخدهم بزار أخدهم برنامج زي كده أخدهم فاشن روك كمان فده كان في معرض طرصنا أخدتهم معي أخدت مجموعة من المجموعات معي علشان يشوفوا بقى السوق بتاعنا ناس تانية حققت حلمها يكون بشجحهم إنه يشوفوا بقى ناس تانية بخبرات تانية أنت معرفت تشتو تعمليه فأنتي بتحقق لهم أخلا أي بقى أنا بوصلهم بقى إنه خلاص بقى نبتدي بقى نشوف معرض لأنه كمان أوقات بجيبهم بزارات إنه هم بقى يعرضوا في البزار نفسه فأنا بساعدهم بكل استعمال دي سماء دي سماء آه ده كان مهرجون في الفاشن شو كان فيه فاشن شو كده وأنا أخدتها معي صورة دي في النهلة معي برضو من الرحاب آه دي تصميمات دي بقى يس أو ده التدريب بتاع الرسم والترويين بتاعها ده ابتدينا بقى اللون يعني نمسك كده الألم خطوة خطوة علشان نوصل للفستان أو الديزاين اللي احنا عاوزينه أو بندربهم الأول وبعدين بنعمل ديزاين بتاعتهم برضو من السكتشز بتاعتهم وبدأ يعني مثلا كان حد برضو الرسم بتاعه كان فيه خطأ كتيل جدا وبصبطها لحد بقى بقى لحد بقى ما نوصل بقى يعني ده كده البروجيكت النهائي بتاع الستودنس عندك طب قبل ما نختم معيك يا مادونا أنا عايز أروح للمريم برضو الأول قولنا أحلامك إيه أنت لسه قدامك يعني العمر طويل والأحلامك النفسك نفسك تحقق إيها إيه في الفترة اللي جاي نفسي بس يبقى يعني أبقى فاشن ديزاينر معروفة وأبقى شغلي كويسة وبس والناس تعرفني إن شاء الله تعرفك يعني أنت لسه 13 سنة أعتقد أننا نحن وعندها البيتر بتاعتها والبراند بتاعتها رابع عليك ونس تطلب منها أوردر يعني حلوة قوي وكمان أنت الناس تطلب منك يعني واثقة فيك فدي حاجة يعني أعتقد أنت وصلت لحاجة حلوة قوي إن شاء الله تكملي وتوصلي لكل أحلامي مادونا نفسك في إيه أو التحديات لقدامك يعني أحلامك اللي نفسك توصل لها وسي عندي أكتر من حلم أول حلم إن أنا أكون عندي برانشز تانية لأمزي فاشن كورسز دي حاجة الحاجة التانية إنه نفسي أساعد نيس أكتر كتير لأنهما يحققوا حلمهم في الفاشن حلمي كمان إنه فعلا أشوف الستيونينز بتوعي بيكبروا وبيوصلوا لأكتر من كده كمان وكمان البراند بتاعي أنا كمان بطوروا الوقت ده فرأي بقوي عمل فاشن شو بتاعي رابع عليك إن شاء الله نشوفك في نجاح مستمر وربنا معاكي وربنا معاكي يا مادونا وربنا معاكي يا مريم بشكرك جدا أستاذة مادونا ماجد مصممة الأزياء وصحبة أكاديمية أم جي فاشن كورسز وبشكرك يا مريم مصممة الأزياء بشكرك شكرا لوجودكم معينا نورتوني مشاهدينا فقرتنا انتهت هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا التانية ركن المطبخ معينا الشيط فيكو هيعملنا أحلى الأكلات برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وده ما عدنا مع فقرتنا التانية والركن المميز في برنامجنا في برنامجنا ركن المطبخ والنهاردة معينا الشيط فيريكو هيعملنا أحلى الأكلات برحب بيك يا شيط فيريكو أهلا بك يا فنم منورنا ربنا خليك يا فنم كل شهر طيبين وانت طيب بما إن إحنا يعني بقالنا كتير كده صايمين وابتدينا نزهة كده من الأكلات السيومي فعايزين نشوف النهاردة أكلات سيومي مميزة كالعادة دايما بتعمل لنا حاجات مميزة هنعمل إيه النهاردة هنعمل النهاردة ناجت سيومي تمام المكونات كلها موجودة واقتصادية وحاجات في متناول ليد عبارة عن ترمس دي المقادير الخاصة بالناجت السيومي مقادير ناجت سيومية تمام هو عبارة عن ترمس وبطاطس وشوية توابل عايزة أقول الترمس لوحده هو فايدة وألياف وبروتينات ومعادن فيه جميلة جدا والأولادنا صبح هم نازلين لو سيمينهم لحاجة عايزين يغيروا شوية الساندودش دي حقيقة فاحنا هنخليهم ياكلوا ناجت سيومي وطريقة سهلة وبسيطة هنعملها عبر دقتي يلا بينا وحنا قطعا مجرد ما بنقول ناجت يعني أولادنا بيحبوا قوي الحاجات دي حقيقي المصطلح نفسه فاحنا نحن نعمله سيومي وفي البيت ده حاجة مميزة جدا حلوة جدا طيب الترمس ده مسلوق الترمس ده مسلوق في حاجة عايزة أقولها بس مهمة الترمس عشان يجيب معايا النتيجة اللي أنا هشتغل بها دلوقتي وبأناعم قوي في مراحل كتير قوي بتعدي علي لازم ننقعه فترة ساعة مثلا وبعدين نغير المية وبعدين ننقعه وبعد كده بملح ونسيبه ساعة تاني غسلناه حطينا على النار سيبناه يغلي أو يستوي بقى برحته المراحل المتعددة دي هتخلي ماياخدش وقت كتير على النار يبقى ناعم ناعم لما نيجي نضرب ده الترمس طب إحنا كده قد إيه ترمس تقريبا يعني المأدين حوالي 300 جرام ترمس تمام هننزلهم عندنا هنا ناعم والترمس محبب جدا جدا لنا ولولدنا والفوايد اللي انت كمان زكرتها يعني هيبقى فيها فوايد كتير جدا حقيقي حقيقي عايز بس الأول ده هيتضرب لوحده خالص 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 لغاية ما ينعم تمام احنا بتدي يمشي بالخطوات واحدة واحدة لغاية ما نشوف النسيجة بتاعتنا النهائية هتبقى عمر ازاي أنا كده كده معانا وقت براحتنا خلص فنعمل ناجت سيومي عشان ولادنا يخدوه في المدرسة معاهم وغيروا كده الأكل يعني عشان بيزهروا لازم اتأكد انه الطحن كويس قوي قبل ما حبت بقيت المكونات لأنه الترمس بياخد وقت شوية في أنه هو يتحن عشان نقدر نعجنه صح يبقى عجل بزبت كتير كمان احنا المقادير كمان معانا على شاشة بشكل تفصيلي نتأكد اتهرس ولا لا كويس نازلت حسنا هنضربه تاني احنا المفروض نوصل للقوام معين فاحنا هنفضل كده نهرس فيه لحد ما ايه نزبط طيب احنا كده ضربنا الترمس لوحده حقيقا يعني احنا محطناش اي اضافة معايا لحد ما يوصل للقوام او ل يعني حاجة احنا عاوزينه عشان نقدر نعجنه او نعمله على شكل النجس بشكل يعني العجن اللي احنا عاوزينه طيب هنضيف بقى ايه تاني هنضيف بقى ايه تاني هنضيف بقى ايه تاني هو كده كويس خالص هنضيف بعد كده المكون اللي هيمسك لنا العجنة دي وهم حوالي 150 جرام بطاطس مسلوقة مسلوقة فيه تكنيك في السلق ولا احنا البطاطس المسلوقة بتاعتنا العادي بس الميا بتاعتها تبقى برضو متملحة اه زي الترمس احنا حطينا في الترمس ميا بملح بملح والبطاطس كمان كده والترمس مقعناه شوية مع ميا بملح قبل ما نحطه على النار طب ده هيقلل من التواب اللي احنا نحط هنحطها او الحياء بتاع الناجتس نفسها لا لا زي ما احنا زي ما احنا اه لانه لانه لما صفينا الملح كله نزل هي بس انا عايز تبقى البطاطساة نفسها فيها ملح تمام تمام هنهرز بقى البطاطس مع الترمس تمام هنشوف احنا وصلنا لايه اه احنا عاديين بس نعرف القوام المظبوط عشان الناس في البيت بتعرف هفضل اضرب الحديد هوا يبقى اه اه عاجين يعني البطاطس انا انا عندي بطاطس تاني لو عايز ازود حاس ان هي محتاجة ازود ازود اه احنا احنا شايفين القوام دلوقتي بالزبط هو ده المطلوب مننا؟ ده المطلوب تمام ده المطلوب اه انا بزود في المرحلة دي عشان اتاكد انه مسك نفسه شوية هحط اه معلقات دي تمام هنعملها بقى عاجينة عاجينة هنشيب الخطوات واحدة واحدة هنتابل الاول اه احنا عندنا فلفل اسمر حدي ايه بقى بالزبط المقدير حوالي نص المعلقة حوالي نص المعلقة اه يعني انا بشتغل بالنص كده وبعد كده بادوق في الاخر تمام اه عندي طوم بودر تمام وبصل بودر وعندي المكون السري ايه بقى احنا بحطناش احنا قولنا حديك ذكرتي ان احنا حطنا ملح في البداية اوه انا عندي اه ده اطعامة موجودة امم في كل مكان ده طعم مثلا جبنة طعم قدار طعم بيعزز الطعم اوه في النجت في الاكل نفس واحنا بناكلنا حس بالطعم كده اه اه زي الشيبسي كده والحاجات اللي هي اللي برا تقليبا 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 دي بقى انا بحط مثلا يعني زي ماولادي بيحبه او زي ما انا بحب تطعم ايه او نكت ايه اه ده انا جايبه جبنة جبنة اه طبعا القطعم دي اه صيامي اه اه يعني هو مجرد بس نكهة كده اه ريحة يعني مفيهاش حاجة ده بودر كمان تمام هنبدأ ان نضرب التوابل احنا هنحط التوابل تاني ولا كده خلاص لا كده خلاص هم انا بس عايز ااخد شوية للطمئنال ناخد شوية دي هنا هم احطينا كده تقريبا نص انا هاخدتين تقريبا تقريبا عشان نعمل عجينة يعني القوامها مظبوط بالضبط هنضربهم بقى كده يعني بعد نحطينا التوابل هنضرب كل المقونات اللي حطناها دي مع بعض هنحطينا تيرميس حطينا بطاطس وحطينا التوابل بتاعتنا وهنبدأ نضربهم مع بعض هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إحنا كده ده القوام اللي إحنا عاوزينه؟ اللي إحنا آه أنا ما أحطيتش كمية دي كلها تمام أنا هنزل هنا آه وابتدي أعجينها بأداية أوكي طيب إحنا كده تقريباً يعني إحنا مش هنستخدم ثاني المضرب آه العجينة دي أقصد لا لا ترأى إحنا شايفينا فعلاً بقيت عجينة يعني الترمس بأدايب خالص البطاطس دقيق عشان تكون قوامها مظبوط نقدر نعجينها أو نعملها على شكل النجت طبعاً عشان ولادنا بيحبوا الحاجات دي والأكلات دي فإحنا حاطين بقى مقونات كلها مضمونة في البيت آه كمان سيومي لأنه ولادنا بيزهقوا طول الوقت من هم عايزين في المدرسة حاجات معهم سيومي بيزهقوا من الحاجات الحلويات كتير المربة والحلويات دي فلأ عايزين بقى نجت طيب نجت السيوم إيه؟ إحنا عملنا فعلاً مقوناتها سألة جيداً مقوناتها سألة جيداً آه عندنا حضريك القوام أنا عايزه يبقى ماسك نفسه شوية فأنا زي موت حضريك هنعمل كده دقيقتين مع علاقة دقيق تمام وابتدي إحنا شعب ما اللزقش في قدين هنعجلها بقى خلاص آه سهل قوي يعني لحد الوقت يفيش أي حاجة خارج المطفق المألوف في البيت هنقدر نعمل كده بسهولة برضو عايزين نعرف المقدار بتاعة الدي قد إيه؟ لإن إحنا بنجود دايماً في الحاجة فاش عايزين عجينة أضبوز من بص حضريك عايز أقولك المقدار الدي ده آه أنا بحط ببتدي الأول بمعلقتين آه بحس إن العجينة بتاعتي ما مسكتش ما وصلتش للقوار اللي أنا عايزه آه لإنه في دقيق بيبقى فيه رطوبة آه وأنا بستخدم دقيق اسمه وتعادل استخدامي يعني هو لكل حاجة آه تمام فنفضل كده معنا عجلنا آه عجلنا أنا هبالي حضريك آه يعني المنظر هيبقى عامل إزاي في الآخر ممكن بس نجيب الزيت بتاعنا ده إحنا مسخنين آه الفتجاز أوكي بنقعد نلعب ونعمل أشكال بقى بالنجة ده عايز الله حضريك عرفني بقى إيدا زي ما إحنا عايزين نقول نقول يعني هاخد حتة صغيرة هعملها مثلا آه بشكل النجة فعلا آه لا عرفنا بس الأول اللي في الطبق ده إيه اللي انت هتحطه فيه حاضر لعني دي الطبقة اللي بتبقى على النجة الحقيقية أنا شايفها كده زي النجة اللي هو العط بالضبط دي حاجة اسمها كريزبي آه موجودة برضو عند العطارين وفي كل أماكن تمام متوفارة وشعرها كوية مش غالية يعني آآ ده شكل الناجس اهو خالص مفيش اي اختلاف على فكرة واللون كمان هنعمل كده كده هنثبتها بحاجة من هطافي ديئة او حاجة لا هي كده انا عايز اقول ان احنا لما بنعمل الكمية كلها لازم نخش تلكها اه يعني احنا بنتبّلهم ونحطهم في طبق كده وندخلهم جوة تلك عشان الكريز بداية دايم تمسك في بعضها شوية لانه من كتر ما بدرب في الخلاط اه فبتسخن الترمس بيبقى فاكت من بعضه تماما فانا بعملها بالشكل ده جده اه وروح مدخلها تلاجة ساعة وقت قد ايه؟ ساعة قبل الالان احنا كمان ممكن نعمل كميات ونحطه في الفريزر ونطلع بقى نقلي على طول يعني في الصيام بسهولة جدا ده اللي انا عامله وده اللي هوري لحضرتك حالا طيب احنا عملنا مثلا ايه شكل من الاشكال تماما نعمل شكل تاني نعمل شكل تاني ونطلع الجاهز اللي احنا مجهزينه في التلاجة احنا متلجين اصلا تشايف عامل مجهز قبلها كام كده وقطعة ناجتس ومتلجين وقت كافي عشان ما نيجي نقلي يكون متماسك صحي كده؟ صح ايه دي واحد صحي ده شكل الناجتس اللي احنا عارفينه الطبيعي اه هنعمل مثلا شكل تاني يكون مثلا دائري اهو اه احنا بقى بنشكل زي ما احنا عايزين اه اه ممكن نعمل دي مثلا لولدنا ادي عين ادي عين اسمايلي فيس حلوة قوي اه مش هتروح بالكريسبي ايه اه اه دي فيها ميزة انه ممكن اساوي من غير كريسبي اه برضو يمفع بس لازم تلاجة عشان تمسك عشان تمسك طيب برضو دي فكرة لو ما عندناش امكانية ان احنا نشتري كريسبي او ان احنا نجيبه فاحنا ممكن نعمل عجينة بس ونحطها في التلاجة تقريبا وقت ساعة قبل القليل بالزلطة هنطلع من التلاجة نقلي على طول طيب يلا يعني نعمل دي وبعد كي نطلع اللي معينا بقى الجاهز نبدأ نقلي حاضر تصميلي فيس ولا صميلي فيس بسات فيس انا شايفة زعلاني نعملها العكس او ممكن العكس انا اللي نحط تاني اهو اهو اوكي كده ضحك ضحك او او احنا عايزين حاجات كده هنطلع طيب على اعتبار ان احنا يعني هنحط دول في التلاجة نخليهم مثلا لمدة ساعة بالزبط بالزبط اهو واحنا مجهزين بقى اللي بقى له شوية في التلاجة او طيب يلا نبدأ نطلعهم من التلاجة ونبدأ نلحضر يعني سهلة جدا عجينة سهلة جدا تقريبا كل مكوناتها عندنا في البيت البيئي الترمس البطاطس المهروسة طبعا التوابل يعني الفلفل البطن بودر بصل بودر كل ده موجودة عندنا تقريبا في البيت وضربناهم في بعض وطلعت عجينة فالموضوع سهل قوي واحنا مجهزين هنا لنشايف عمل لنا آآ يعني الاشكال كانت محطوطة في التلاجة وجهزة على الالية يلا بي احنا انا عامل مثلا كان عندي صنبة شكل قلب اه ف ده سخن بتأكد بس انه الكريز بقى فيش زيادة عشان ما يقعش مني في التص فلتس تمام هنبدأ نقلي بس كده يعني هو خلاص على الالية وخلاص خلاص خلص عملنا ناجتس في ترمس في بطاطس في كل المكونات اللي احنا او الفايدة اللي احنا عاوزينها بالزبط وولادنا بيحبوها وما فيش احسن من كده نفس اللون ونفس الاشكال وكل حاجة زي كأننا جايبينه من برا عايز اقول له حدريك ناجتس هي حلوة قوي دي واحدة خلينا نقذي كده من كام الفاسيس اللي موجودة دي او الاشكال اللي موجودة دي علشان نشوف برضو بالكريز بي او بالطبق اللي عليها يطلع عامل ازاي ومن غير هيبقى عامل ازاي نحط واحدة كمان لو تصور الق dem tane ونبدأ بقى في الصانف التاني اللي معينا او الاكلة التانية اللي معانا طيب احنا كده عملنا الناجتس السيومي وقلنا مقاديره والمقادير سهلة جدا هنعمل ايه بقى تاني النهاردة هنعمل ايه تاني هنعمل كفتة او داود باشا سيومي بعدس بجبه بعدس بجبه نفس التست ونفس الحاجات ونفس المكونات وبرضه العدس بجبه مش هنقول في ايدته يعني قد ايه مش هنقول يعني كثير قوي 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 المكونات بتاعت العدس بجبه سهلة وبسيط قوي عبارة عن اه بالمناسبة هنا دا عدس دا عدس اه اه حاطينه يعني هو خلاص يتسلق يعني اه هو بياخد وقت في خلاص هو كده خلاص تقريبا يعني تسلق هو معلوماتنا عن العدس بجبه بتقتصر دايما على الكشري يعني انا بنشوفه بس في الكشري فانحنا نعمل بيه كفتة دي هنعمله كفتة اه داود باشا اه وعايزوا حقيقة هيبقى نفس الشكل بالزبط ونفس ال طبعا مش نفس التست بس يعني هنحاول نقربه شوية من الحاجات اللي موجودة طب يلا بينا نبدأ احنا معنا دلوقتي المقادير على الشاشة الخاصة به قفتة عدس بجبه فهنعمل النهوردة بقى ايه الحاجات كلها ينفع أولادنا ياخدوها المدرسة في سندوتشات نحنا نأكلهم كده اللانش بوكس محطوطين كده بالاشكال والحاجات اللي تشوف عاملها اعتقد يعني موضوع يبقى سهل جدا كده وفكرة دايما ان احنا بنأكد فيه أكلات كده ينفع نعملها ونشلها في الفريزر وهنطلع ونقلي على طول فالموضوع يبقى سهل وكمان الأكلات مختلفة وجديدة مش أكلات تقليدية احنا نبدأ بيه احنا معنا المقادير بشكل تفصيلي دلوقتي على الشاشة جميلة ويا احنا عندنا عدس بجبة وعندنا بقصومات عندنا بصل وعندنا المكون السري دائما بتبقى ايه ببقى محضرها دائما في الوصفات بتاعتنا يعني بقدوني سكرافز تماما احنا سلقنا العدس بجبة احنا سلقنا العدس بجبة احنا سلقنا العدس بجبة اوه عايز اقول برضو عدس بجبة اوه ياخد وقت قد ايه على المتجازة بياخد وقت حوالي نصف ساعة مثلا تماما ام عشان العدس يستوي والحباية برضو تكبر ولما جي أضربها ما بتتعبنيش هننشي بنفس الخطوات احنا حطينا العدس غسلناه الأول غسلناه وثبناه في المية صفينا المية حطينا المية فترة ام مش مش سخنة ويعني هي يدوبك تبقى دافية تماما وعليها ملح ام ده مثل حاجات اللي عمناه في الترمس البقوليات دايما بنحب نشتغلها كده حلوة او عشان خاطر المشاكل بتاعت القولون والحاجات دي احنا بنحاول نهرب من الموضوع ده ايه غسلنا الملح خلاص ده حطينا على النار من زنب ماء سخنة من عشرين دي ألخ لنص ساعة تمام هتبقى لحباية استود وفتحت مننا إحنا كده تقريبا يعني محطوط نص ساعة تقريبا آه هكده اتسلق اتسلق خلاص طي يلا بنا هنقدو نصفي منه شوية هنصفي من المية خالص أيوة والنيجها كمان هنستغل إن إحنا نضربه زي ما عملنا كده مع الترمس صح كده أيوة عايزين نقلب كمان الناجتس اللونها بقى خطير كأننا جاي منها من بره والطعم أكيد مختلط بالناكهة اللي إحنا حطناها ناكهة الجبنة دي علشان تدي كده تيست كده للأكل فهيحسس بلادنا أن هو حاجة جاي من بره أنا عايزة أقلبها آه يلا بنا وتمسكة جدد زي ما قلنا آه خطيرة زي ما قلنا إنه نسابها في التلاجة دي شيء مهم جدا مثلا في التلاجة ساعة هتفرق معانا في التلاجة سوية هتصو متماسكة إزاي؟ يعني بنقلبها ومفيش أي بهدلة في الطاصة والموضوع حلوة قوي جدا عيل والاسمايلي فيس برضو هيطلع على شكل كويس اللي من غير بريدنج خالي من غير كريسبي خالص دي برضو خطوة تسهيلية معانا ناشل كريسبي ده فخلص ممكن نعمله من غير نحن هنأكل ناجتس بالزبط كده طيب هنبدأ بقى نعمل الكفتة وقلنا الكفتة هنعملها بالعتس بجبة ودلوقتي هنضرب أو سلقنا العتس بجبة وهنضربه في الخلاط يعني حطينا قد كده قد إيه عتس كده عشان برضو هنبعارفين مقدير بالزبط يعني حوالي برضو 300 جرون تقريبا تقريبا أنا برضو ممكن أبعمل بزيادة أنا بشحب أشتغل بزيادة شوية يعني لو حاجة زادت مني مبقاش يعني أقدر أزود مش أسلق من الأول أو يعيد الموضوع من الأول تمام ده عتس بجبة متصفي خالص مخصول طبعا 3-4 مرات قبل ما يتسلق احنا معنا ربع ساعة عشان بس الوقت أنه بقى عارفين تمام ده العتس بتاعنا أنا كده حاسة أن إحنا هنقوم بنقص الخطوات اللي قمنا بيها في النجيتس بالزبط بس معا اختلاف طبعا المقديرة أو الحاجة اللي احنا نحطها جواه بالزبط بالزبط نجيبها هنا احنا عندنا بصل كأنها كفة الدود باشا يعني همشي خطوات إنها كفة الدود باشا بس بدل اللحمة أنا عندي العتس العتس تمام على اعتبار طبعا إحنا مش عارفين كفة الدود باشا فإحنا هنتفاجئ 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 حطينا البصل نحطينا البصل نحطينا البصل نحو ما يتقطع أنا واخد الأطعامة كلها من البصل والكرافس والبادوس تمام هندرب كل ده بردو مش عايدين ننسى الناجتس هم ما يديش لون تاني وإحنا كده إيه؟ عاديش نروح من الولاد نقول لهم ما بقاش ناجت نممكن نطلعوا حالا يلا بيد نممكن نطلعوا إحنا حطينا دلوقتي كل المقادير الخاصة بكفة العتس عتس بجبة حطينا العتس بجبة وحطينا بصل وحطينا كرافس وإيه تاني وبقدونس بقدونس أيوة بقدونس بكرافس وبقسمات اللي منجيبه عادي ده من الماركت عادي كم معلقة قولنا مع علقتين تقريبة تقريبة هنطلع دلوقتي بقى الناجت الناجت بتاعنا اهو اهو ده اللون المطلوب يعني ده ناجت ناجت مفيش كلام خليهم بقى يفرقوا بين ده وبتعبارة اه اه ده كمان فيه بيبقى فيه الفليفر بتاع الجبنة والحاجات دي بتفرق قوي تمام اهو ده شكله خطير ده يعني يعني ما فيهوش الكريسبي اللي هو اللي باين ده بس عامل شكل حلوة قوي لو حابب نقلي تاني اهو يلا بيهو نبدأ نعمل كفتر بتاعتنا شوية كمان طب خليها اهو هنقلي تاني معنا اهو هاشكال الموجودة يلا بينا نبدأ في الكفتر يلا بينا يلا بينا هنبدأ ندرب الكفتر هنشوفها برضو لحد ما توصل للقوام احنا عاوزينه ان احنا عايزينه بالزبط كده احنا عاوزينه بالزبط كده او كده خلاص هنحط التوابل بتاعتنا طب يلا بينا عبارة عن اه برضو نفس المضوع طوم بودر بصل بودر انا بحبها بودرات كتيرة قوي أم أسرطت هنضيف هنضيف هنحط لأ هنحط لأ هنحط لأ هنحط لأ هنحط لأ هنحطينا بقصومات أه البقصومات هيمسك العجينة شوي هيمسك فيها شوية أه بس إحنا محتاجين لما بليها كده بعمل خطوة سريعة يعني بحط شوية زيت تمام هتخليها طرية شوية أه وتمسك مع البقصومات هدربع دي كده آخر مرة خلاص كده أه خلاص كده خلاص طب احنا كده مش محتاجيني المدربة أنا ننزل هنزل أه دي بقالها شوية بس إيه نشيلها ناخد بلنا بقى من القلية احنا وصلنا المراحل حلوة عشان ساعات بنبوز دنيا في القلية ونطلع على الحاجة اللي هنا مختلف تماما كده ها هلي بير كده يلا بينا ده هنصرفي يعني هنعملين له شكل كده برضو هنزبطه فيه يلا بينا آآ ممكن أسرع بس شوية عشان نشوف شكل الكفتة برضو هيت تقلي نفس حاضر حاضر عشان وقتنا احنا معانا عشر دايه بالضبط هننزل بقى الخليط اللي احنا عملنا احنا عملنا هكي اضافات تانية هنضيفها لا خلاص كده اوكي انا شايف القوام ان احنا نقدر نتحكم فيه آآ هو القوام هينفع نعمل كده هو اوه بالضبط كده بس كده بقيت داود باشا حلوة بقيت داود باشا آآ ينفع نشغل هنا اعمل حاجه واحنا يعني نعمل صوس لداود باشا ده طب يلا بينا يلا بينا هي دي سخنة حاطينا زيت يعني مش بس هنقتصر ان احنا نقليها كده هنعمل لها صوس كده هنعمل لها صوس كمان آآ هنزبط الدوني طبعا طول ما هي سخنة او يعني برضو نفس الفكرة بالزبط هنزبها في التلاجة ساعة في التلاجة اه انا وعدي واحدة يعني انا عملنا بالاشكال زي ما احنا عاوزين سهل دوو سوابع مدورة زي ما احنا عاوزين اعملها كفتة تمام لو انا عايز اخليها مش عايز اكونها مدورة عايز اخمالها طيب نطلع اللي في التلاجة سهل اه حافظ عشان نبدأ نقلي على طول عشان بس الوقت بتاعنا احنا برضو مجاهزين عجينة الكفتة محطوطة في التلاجة لمدة ساعة قبل القلية عشان تبقى متماسكة بالزبط اه شكلها حلوة اوي اه اه عن الاب ناجتس اه عن الاب ناجتس ما ننسيت وعايزين نلحق يلا عادر اه لونها خطير ومتمسكة جدا زي ما قلنا احيب طيب عشان وقتنا احنا عندنا اه سخن الزيت اه اه احنا لو عايز احرف الزيت سخن لقا بروح جايب بصلها مسلا بقنا عمل كده يسا شوية اه لو تحب نقل طي بالتوسع عشان نكون موضوع اسرع حاش يعني الاكس اه يعني دي اعلى بالزبطة دي هنا ودي هنا طب انت كده هتخلي بالك من ناجه أنا اللي خلي بالك أنا هتطلع وإكل على دول اللي احنا مجهزينه أهو أهو لا متماسك جداً اللي احنا عطناه في تلاجة يعني هو ما تماسك العجين هنسأتها ماسك ماسك نفسه ماسك نفسه تمام احنا هنضطر نحتاج الالتصة دي تاني برضه عشان خاطر احنا هنقلي هنا طب نقدر نطلع أهو تمام مزبوط نقدر نطلع احنا يعني هنقلي في التصة دي بس هنا هنعمل صوص للكفتة للكفتة بالزبط جده طيب يلا بينا عشان نلحق أنا متحمسة جداً نشوف شكل الكفتة كفتة عادسة بجبة يعني حتى الاسم كده يخلينا إزاي تطلع كفتة يعني احنا هنا البصل ابتدى الزيت يسخن ده كده اهو ماشي احنا حطينا كل الكمية اللي معانا كل بالزبط هنقليها وهننزل بالبصل بقى للتدبيلة اللي هنحطها لل للكفتة هنخلي البصل ياخد لول ياخد لول شوي طب ممكن نعلي البتجازة نحية عشان حسن هو وطي قوي عشان نلحق بس احنا حطر هندوس من فوق ايوة ونطلع من حال تانية ايوة هي مكان ايوة دي ايه على حاجة دي خمسة اه بس خلاص كده على حاجة لا كده حلوة تمام تسعة اه طيب احنا حطينا بقى التدبيلة بتاعت الكفتة اللي هنعملها البصل وهنديله لون ياخد لون ياخد لون اه بسيط خالص تدبيلة بتاعت البصل عالية دي خالص خالص يا رب نلحق 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 مجرد انه يلون هروح نازل عليه باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشي لان اللي في العلقة بتبقى مركزة قوي فبتدي لون كده يا جيب بالزبط بالزبط طبعا لو انا عندي طماطم في البيت في الفريزر انا اعملها او انا عصيرها مضوعه يبقى كويس برضو بالزبط هاي زيندين بص عليها بصة ايه اول ما تاخد لون كده اه خلاص اه هي سريعة التحمير ايه بس هي هتاخد لون و هتاخد لون يبقى ده خلاص انا ممكن نجهز دلوقتي على مان ما دايس خاني ما دايشتغل نكون جهزنا ال يلا بيه ناجتس بتاعنا ده ناجتس ناجتس يعنى مفيش كلام بقى الكاتشاب والخضار اللي حواليه هنعمله عنه ناجتس خلاص عملنا كده ناجتس اه صيامي عملنا بالترمس والبطاطس المسلوقة ودقيق والتوابل بتاعتنا نضربناهم كده مع بعض فطلعت العجينة دي ومع العجينة حطينا اللي هي الكريسبي دي بتتباعة زي ما قلنا في عند العطوار عادي ممكن نقدر نجيبها مش موجودة عادي بنقلي من غيرها مفيش مشكلة خالص ونعمل كل الاشكال اللي احنا عاوزنا فنحط الطبق حلوة قوي تسلم ايدك خليكي يلا بيناسكي انا زو هاكد مني خلاص برضو هو كده استاوى تقريبا يعني احنا قدامنا دقايق بسيطة جدا حاضر حاضر ايه قوي اخدت مجرد ما اخدت لون لون خلاص يعني انا شايفة ان هي استاوت اتحمرت احنا بنحمر ايه خلاص اه اấyه هناخد هاتشوية اللي احنا نشاعد اهم المتحمرين دول طيب احنا التدبيرة بتاعتنا بقت دي المفروض انوصل بها لحد فانة قاله ايه دي احنا هنحط ايه انا حطيت باصل ازيت وباصل والطماطن بتاعتنا وبحط شويه توم بودر شغالين خالص 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 ملح وفلفل طبعاً اختيها لي زي ما أنا عايز يعني تمام يلا بينا طبعاً أنا كنت مجاهز مجاهزين بقى المكرونة اللي إزباكتتي ها يا سلام يا شيف يا سلام عشان كده بقى حديك ما تيريش هنلحق مجاهزين مكرونة بقى الإزباكتتي بتاعتنا يعني كده طبع غدا متكامل عملناها كمان مرة قبل كده هنا تاريق تسوية الإزباكتتي طبعاً اه بالزبط جداً احنا مبنحطش مش بنحط الزيت الزيت ومش بنغطي ومش بنغطي طبعاً انا مش غطرة يا جمال حلوة اوي شكلها حلو بس انا مش متخيلة للصوص ده هنحطه ايه عليهم يعني كده؟ عليهم وفور اه هيديها فعلاً لون واللي مش حابت برضو خلاص يا لوا حبيبها كده اوكيه هي ممكن تبقى خلاص كفتة كمان يعني اللي مش عايز ممكن تبقى خلاص بقت كفتة فأنا بالزبط جداً وانا مش عايز خلاص طيباً نحط بتاعيه با يهز اهو نحطها زي يعني اخوات دي نجيب نحن باقي سوس عليها يعني حابينه في ناس بتحب الحاجات اللي هي الوايت سوس بالكريم اربع ممكن نعملها كده بدل الحاجات اللي هي الفطوري لو احنا صايمين بقى بس طبعاً الحاجات الرد الحاجات الأحمر دي بتدي لون مبهج للأكل طبعاً ممكن نعمل زي ما انا عملت كده لو انا حابب او اني قد حط الداود باشا هنا ونحطها بالزبط 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 شوية بقدونس على كرافس ايه؟ حقيقي شكراً 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 اه نشيل حاجات دي عشان بس اللي باقي طبقاً باقينا طب احنا عملنا النهاردة ناجتس سيامي وكفتة العدس بجبة عملناها طبعاً على شكل كفتة داود باشا كده اللي هي المكورة دي لو عاديين نعملها صوابع زي ما انتم عاوزين طبعاً بالاشكال اللي انتم حبينها واكلات كلها سيامي بمكونات موجودة في البيت يعني احنا ما جبناش اي حاجة من برا تقريباً كل حاجة موجودة في البيت انا بشكرة جداً يا شيف ريكو شيف ريكو والحقيقة فعلاً بتعمل لنا دايماً اكلات مميزة وفيها ابداع واكلات اقتصادية جداً بشكرة جداً نورتنا شكراً لكم شكراً جداً مشاهدين فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت اشوفكو الاتنين الجاي وحلقات جديدة من برنامجكم هي ومينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة